السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة بوتيت كويزين او شهيوات ام نزار نرحب بكم مع وصفة جديدة وفيديو جديد نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدو هالفيديو اليوم ان شاء الله سنقدم لكم واحد الكيك اللي يجي رائع جدا في المداق بيالوم اكيد الى جربتو هالكيك ما ستبقى وش تتغنو عليه بهالطريقة واحد اللده فيه لا تقاوم بطريقة مختصرة بلا قوة التفاصيل نتمنى ان انا وصفة اليوم تنال اعجابكم وتجربوها اكيد ستعجبكم بزفزف ستعجب العائلة ديركم والاولاد ديركم لا تنسونيش من الضغط على زر الاشتراك اللي اول مرة يشوفوا القناة ديلي وعجبوا المحتوى ديلي لا تبخلش عليها بالاشتراك ديالك بالضغط على زر الاشتراك او الزر احمر وكذلك وصلوا معايا الفيديو الاكبر عدد من اللايكات باش هكا تعم الفائدة والفيديوهات ديالي يشوفهم ناس وحنين وخرين كيف تلاحظوا معي الكيك ديالنا را كيجي رائع كيجي قطني من الداخل وكيجي معلك بوحت عليك خيالي يزوين بزفزف هذا الكيك هدا جربوه اكيد غدينا الاعجاب ديالكم غدي نخلكم مع المقادير وطريقة تحضير على بركة الله اول مرحلة كندلوها البناس كنناخد هنا واحد الكمياء ديال العنب اليابيس او الزبيب كنناخدو كذلك بورتقالة كنحكو القشرة ديالها مش يكون له غير نصف القشرة ديالها يلا كنت كبيرة بزفزف باش منجيكم مش كيكا مرة ديال العصير ديالها هاد العصير ديالها غدي نرقدو فيه هاد الزبيب هاد ونخليوه نرقدوه قبل ما نبدأ ونصابو الكيك ديالنا باش هكا قطيت نفخ وما سيجينش قاصة وصل الكيكا وهذاك الليمون تيعطي واحد النكهة رائع جيدا يعني واحد الماداق لا يوصف هنا غدي ندير ثلاثة ديال البيضات بعدها نزيل قصة القصة الاناء اللي غدي نخليط فيه البيضات هنا عندي حجم متوسط ما شكل كبير ولا صغير ولكنه صغير بزاف ديالو بيعدي البيضات ولكن هذا حجم متوسط حال الحجم اللي عندي أنا ما عليكم تص negotiating بغير ثلاثة هنا سنتستعمل علبة لياليغورد ديالفاني أنا عندي هاد العلبة هاد الى هاد العلبة هادي مثل هاد عبارر هاد يستعمل هاد الحال بحال مهم ليكونه نجه الجهز واني هاد اهاد عندي بحال بحال مهم نضيف العلبة و نصف سكر سانيدة سكر حبيباز السكر الخاشين و نصف سكر الخاشين و علبة من الزيت نضيف العلبة و نضيف المكونات الكاملة في خطرة نضيف سكر الفانيلا صدقوني لبناس هذا الكيك رائع رائع بزيث يجي من ذك الشرفة سوف نضيف المكونات الكاملة بالمكونات الكامل و نضيف الخليط كيف تلاحظه معه سوف نضيف الدقيق الدقيق البيض نضيف ربعات العلب عامرين بالنسبة لدقيق سوف تبقى عليها حسب الخالط انا اعطيتكم العبارة التي اخذت معي انا ولكن الى كان عندكم دقيق لا يتشرب فرح ممكن تزيدوا حتى العلبة الخامسة تضيف عالبة الخامسة دخولة تضيف العلبة الخامسة دريجيا حتى تحدث على الخليط المعضة تضيف نضيف الى الخليط المعضة تضيف الحليط الجزء تضيف الحليط المعضة سوف نضيف جوج صاشيات الخاميرة 7 جرام ما يعادل 14 جرام والتي لديها 8 جرام سوف نضيف جوج ما يعادل 16 جرام يعني بحال 16 جرام بحال 14 جرام من جوج غرام ماشي مشكل سوف نزيد عليهم 1 ملعقة دقيق وسنخلط هنا أربعة العلب سوف نضيف جميل الخليط سوف نضيف جميل كيف تلاحظون معي بها الشكل تماما لأن الكيك مختلف على الكيك الذي نعطيه دائما سوف نضيف القشر البرتقال إذا كانت البرتقال كبيرا لا تستعملوا القشر كاملة استعملوا غير نصف القشر دائما لا تستعملوا القشر دائما كامل و هنا نعصر هذا الزبيب أو العنب اليابيس نعصره من هذا البرتقال و نضيفه فوق الخليط هو آخر مرحلة هو القشور دائما بالنسبة للقشور دائما يمكن استغناء و ترقض الزبيب غير شوية المسخوم يعني ليس بالضروري هذه البرتقالة ولكن صدقوني سوف نعطيه لخيالية مداق ولا أرواع هنا نأخذ واحدة تفاحة يعني واحدة فقط اللي تريد تضيف كمية تفاحة أكثر ممكن تضيفة أكثر ولكن هذا الكيك نستعملوا فيها تفاحة واحدة فقط تنقيها بالشكل كيف تشوفوا معي بالطريقة العادية و نقطعها شرائح بالنسبة للشرائح لا نقطعهم شرقية وقين و نقطعهم شغلات يعني نقطعهم متوسطين في الحجم كيف تشوفوا معي هنا خديت مول القطر 26 سنتيمتر و هنا قطر 26 سنتيمتر و التحس ديق ما عبرتوش صراحة مثلا عبرتغي الوجه 26 سنتيمتر مهم هذا الكيك لا تفوتوش 26 سنتيمتر مل أحسن لتجيكم طالعة و كذلك زوينة سوف بعدما خويت الخالط في المول سنتيمتر الزبدة ورشيت سنتيمتر التفاح الذي نقيته و قطعته بهذا الشكل سنتيمتر سنتيمتر حتى نكمل الكمية و هذه القطع الصغيرة يبقى في الجنة حتى نضيفها في الجنة و هنا و نضيفها إلى التفاح اليابس و أخذ من الوز في هذا يبقى يختيار يجب أن نضيف لها كيكا والتفاح و العنب الفرن يجب ان يختلف على الاخر نسبة لفرن انا اخدت مني 45 دقيقة لكي اطابة لها الكيكتر حتى تنفخ و تتحمر من وجهه تأخذ لون ذهبي و نطفي عليها سوف نقلبها كيف تلاحظوا معي المول الذي لديه صغير من تحت و كبير من وجهه ولكن عندكم هذا المول يكون متساوي بحل قد الوجه و قد القعره من الاحسن بالنسبة للمرحلة الاخيرة اللي بغا تدهنها بالكون في تور باش تعطيها كل ما عنده فانا بدهن تشكتفيت بها فقط بها الشكل هذا بغايتها جيني ناشفة و اللي بغا تدهنها بالعسل او لابرو كونفيتور و تزيلها مازال لوز مهرمش او لوز ايفيلي من الفوق الاختيار كي بقى ديالكم هنا كيف لاحظتم معي دول كيك ديالنا نتمنى اننا وصفة اليوم بنا لإعجابكم و تجربوها لا تبخلوش عليا باللايكات ديالكم باش تشجعوني نعطيكم المزيل من الوصفات و لا تنسوني كذلك من تعليقاتكم اللي كتحفزني و كتخليني ينزيد القدام و كتخليني ينزيد نعطيه اكثر من جهدي كيف كتلاحظو الكيك يجي مزخرف بهذاك الزبيب و هذاك القشور ديال البرتقال و التفاح راح كيجي روعة 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 الناس بمزحك روح شرا واحد المداق رائع كنتمنى انكم تجربوه في هاد العيد و ان شاء الله ان شاء الله غادي يحمقكم و غادي يعجب العائلة ديالكم ان شاء الله يارب غادي نخلكم مع فيديو قادم ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة